وخلال جولته تبع رئيس الوزراء أعمال تطوير ميدان السلام والمنطقة المحيطة به ضمن خطة التطوير والتشجير والإنارة وتنصيق الموقع العام التي تخضع لها ميدين المدينة تأهبا لاستقبال مؤتمر المناخ كما تفقد مدبولي ومرافقه أعمال تنصيق الموقع العام بالحديقة المركزية بشرم الشيخ حيث استمع لشرح من محافظ جنوب سيناء خالد فودة الذي أوضح أن الحديقة المركزية تم تنفيذها على مساحة أربعين فدان بمنطقة المثلث الأخضر وقد شهدت الجولة كذلك تفقد مدبولي بمركز شركة شنايدر إلكتريك للاستدامة وشحنات المحمول التي تعمل بالطاقة الشمسية والواي فاي بالحديقة المركزية مستمعا إلى شرح بشأن توافر الحلول الرقمية للأعمال الخاصة بمجالي إدارة الطاقة والتحكم الآلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر